أهلاً لكم الحقيقة قضية مهمة جداً تامت بتشغلني قضية الألم وبيني وبينكم دايماً كنت أسأل نفسي إيه فلسفة الألم دي يعني ليه الألم موجود وليه الإنسان بيتألم ويشوفوا الحكاية دي يعني شغلك مني يعني وقت طويل جداً ليه البنت تتألم البنت تحديداً يمكن كان رقيق جداً عشان تشوف بنت صغيرك 16-17 سنة 20 سنة 25 أو حتى أكبر ستة كبيرة شوية بنت كبيرة شوية بتتألم شيء مزعج جداً لك كرجل وكادكتور وكانت ظل القضية دي تشغل بالي سنين طويلة جداً فاجر كويس جداً في أوائل عمل للطب جات لي حالة تتألم جداً وللأسف كان قلم شديد يعني بعيداً عن قلم النساء وتلوك كان قلم في الصدر وأنجاينة زبحة صدرية وتوفت وكانت دي أول مرة ألاقي نفسي مرتبط جداً لأنه مش فاهم فلسفة الحقيقة ليه قلم شديد وبعدين توفت في الاستقبال بتاع مستشفع الأصر عيني أو مستشفع الحسيني أو مستشفع عين شمس أو مستشفع أي يعني مستشفع مستشفع الجامعي حصلت فيها الهجاية وبدأ حصلت فبقيت أنا وأنا عين صغير شاب صغير بتقاعد بفتبص وليه الإنسان يتقلم وكبر الهوية هذا التساؤل على مدار السنين ليه الإنسان يبتلى مموماً مهدية الست البنت دي تجيلها ألم وتبتلى ليه ليه الحكاية دي لغاية نهارة الصباح تشوف يعني بعد عشانين سنتفكير في القضية دي نهارة الصباح كمكالمة بيني وبين واحد من أعز الناس ومن أجمل الناس ومن أطهر الناس وهذا الرجل أصرف فيها تأثير رهيب أصرف فيها تأثير يعني ده رجل نادر وسبحان الله من الوقت الالتاني كتير تشوف ناس يدوك هذا هذه الرسالة أن الخير فيها وفيه أمتي إلى أن تقوم الساعة أن فيه خير فيه أعطاء ما تشوفه بشكل كامل ما تشوفهش بشكل منقوص شوفه بشكل أيديل يعني قال لي حاجة أحبت أحبت أكلمكم فيها وأنا مش هادر أوصلها زي ما هو قال لي ولا ينفع أوصلها بالشكل بس أنا يعني فعلا تهمت حاجة مهمة جدا أن ربنا سبحانه وتعالى خلق النفس وخلق الأعضاء خلق الجسد وأنه حكمته الواضحة في أن الجسد يمرض ويتألم أنه هو ده الوقت اللي بيتدخل فيه ربنا سبحانه وتعالى لكي يصلح حال نفسه يخفف ويعدل ويعالج بإيده هو سبحانه وتعالى حال نفسه نفس المريض الداخلي كل واحد فينا عنده كبرياء وعنده إحساس بالذان وعنده أنا الدنيا ومن بعد الكل غير موجود ساعة لما بيعي وساعة لما يقول أي ساعة لما بتعي البنت ساعة لما بتمرد ساعة لما بتتألم بس في الوقت ده بس بتلاقيها إنسانة تانية بتلاقيها نفسيا شيء منضبط إنسانيا جدا ومتصالح ورائع التكويين وتحس وإنت بتبصّلها أن ده مش ده مش البشر دي يات ربنا سوحناتها دي صناعة ربنا بقى ده الخلق دي فلسفة الألم دي جزء من فلسفة الألم الحقيقية إنه ربنا قد يبتليك أو يبتليكي بألم عشان خلاص أنت أعضائك انشغلت بهذا الألم فيصلح هو نفسك وزادك يصلح لك نفسك وزادك طبعاً دي أنا أقولت لكم أنا لن أستطيع أن أوصل المعلومة يعني أنا أقول لكم أشوفوا بصوا عشان تفهم شيء ممكن تقعد سنين طويلة أنا 20 سنة بفكر في الموضوع ده والنهاردة أول مرة أفهمهم أول مرة حسوا أنه يدخل أول مرة تقبل معنا كلمة المرض بالشكل الصحيح من ناحية دي من ناحية أنه أكيد إيد ربنا سبحانه وتعالى هي التي تصلح حالنا وترعان في حالة مرضنا شوفوا لما إيد ربنا تتدخل في رعاية إنسانة بتتألم وإنت ترفع إيدك عن مساعدتها قد إيه تبدا مليل جداً وقد إيه برضو فهمك لحتة إنه المريض ربنا عنده يعني أنت لم تعدني في معنى الحديث القدسي فكيف أعودك يا ربك على ألم تزور عبدي ألم تعد عبدي فإنسا أعودته يعني زورته تجدني عنده أتلاقيني عنده لما أنت تتخلى عن مراتك أو تتخلى عن جوزك أو تتخلى عن بنتك أو تتخلى عن أختك في حالة مرضية هي فيها وربنا عندها أنت تقليل أدب أنت وحش جداً أنت قليل قوي قوي قدام نفسك قدام الغير هنا الألم وفلسفته هذا حوار مهم مستمر الأنسات وألمهم ومشاكلهم والتحديات التي تقض أمامهم هذا سيكون شواري مغضي في العزيز القيمة العلمية المتميزة والإسم المتميز الأساس دكتور سيد الله الأورام اللي فيها ممكن تكون مسؤولة عن الاتساقات داخل الحوض ما نقتلش بنت لسه ما تجوزتش إن إحنا نستنى عليها إيوة تعمل الورام اللي فيها ولما يكبر ده كبر لازم نشيل الرحل الإيجابيات معناها أدت ثقة للمريض المصري والمريض العرب في الطب المصري إحنا عوزين يحصل بجد تغيير في سلوكياتنا نتيجة وعينا أقصى من الله تغيير اللي حوالك عامك وبجد نحس بالآخر إن الآخر أنا وأنت موسيقى الولادة هي الأمل الأستاذ الدكتور سيد الأخرص استشاري أمراض النساء والحقن المجهري وجراحة المناظير وأطفال الأنابيب الحاصل على الزمال الأمريكية لجراحة المناظير المتقدمة والمساعدة على الإخصاب عضو الجامعيتين الأوروبية والأمريكية للخصوبة عضو الجامعية العالمية لجراحة مناظير النساء والمؤسس لمستشفى الأمم والمؤسس لأول مركز متكامل لعلاج بطانة الرحمة المهاجرة في الشرق الأوسط أحد أهم الكوادر الطبية في مصر والوطن العربي ضيف العزيزي بسد دكتور سيد الأخرص أهلا بكم أهلا بكم وأنت والله الحقيقة عايزة أبدأ بهذا المنظور منظور الألم وإحنا تكلمنا أن الألم هو إحساس إحساس يعني غير محبب للنفس بوجود شيء في طريقه للتلف أو الهلاك أو بالنفعل تم تلفه وهلاكه أي ألم دايما كنا بنتكلم ونقول إيه استمع جيدا إلى جسدك أنصت جيدا إلى جسدك وعلمة منطقة طاير زيما سيدنا مربنا بيتكلم على سيدنا داود وإحنا أجسادنا كل عضو من أجسادنا له لغة خاصة وعندما تنصت له جيدا تستطيع أن تكتشف أسرار كثيرة وراء إنساتك الجيد لهذا العضو عندما تقلم الكبد عندما يصاب الكبد تجد مثلا أن فيه هزال فيه عدم إقبال على الأكل والشرب فيه صفار في العين فيه مشاكل في الدورة الدموية ده مصاب الرحم المرأة تيجي تقول لك أو الفتاة ألم ألم كأن ولادة يبقى كألم دي إحساس نتيجة ما إنما يكون فيه تغدد رحمي أو لحمية ومع نزيف ويقشر على نيابه بلغة أخرى أكثر شراسة عندما حتى كان ممكن يقول لك إن الجسد حتى الجلد مرأة المرأة تعكس ما بداخلنا تشوف لون البشرة فتعرف إذا كان هنا فيه مشكلة في تكاوز مبيضين فيه مشكلة لرينال مشاكل في الكلى مشاكل في الكبد مشاكل في الجهاز المناعي لما بتشوف العين تعرف مشاكل كتيرة جدا تكون موجودة داخل الجسد لما بتشوف تسمع مريض عنده مشكلة في الرئة أو ربه يعني كل عضو يعبر عن ألمه وعن مشكلته بشكل شخصي ورغم إن العضو عشان فيه جسد واحد ودعمنا ربنا دايما للتلاحم يقول لك إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسائر والحمى كله بيشترك مع بعض هالربنا الأكثر الرحمة الرحمن الرحيم يعني هيبقى سعيد إن فيه مريض بيتقلم ولو مريض يقدر يستطيع أن يتحدث ويعبر عن نفسه طب تخيل لو طفل مولده عنده سرطان إيه إيه الحكمة يكون عنده سرطان وهل ربنا اللي بيرحمه بندعيه وهو اللي خلق المرض إيه المعنى لربنا خلق الأسباب واجعلنا لكل شيء سبب فقط بقى سبباً عشان لما نكون عايشين في بيئة صالحة الإنتاج البسيط جداً لجنين والإنسان هو بويضة وحيوان منوي فهل يعلم أحد عندما يتعرض الرجل في بداية حياته أو في رحلته في الحياة إلى بعض المسرطانات من تدخين وملوثات للجو وإذا كان شغال في الفلاحة إلى مبيدات الحشائش فتبدأ لما تبدأ تخش في جسده بطريقة الملامسة أو بطريقة التنفس تبدأ تنغمز في الإفات والجواه لأنها مواد لايبوفيلك تعشق الدهون وتفضل تستمر لسنوات من العم وتفرز لجرعات مستمرة فنجد الآخر إن بقى آزوس بيرميا ما عندوش حيوانات منوية لو كانت الأمة تعرضت لمثل هذه المبيدات ولمثل هذه الملوثات أثناء الحمل في تكوين جنينها فتلاقي يوصاب ما توصلش الإشارات بشكل معين الزكورية فتبدأ الخصية تتكون يتولد بدون خصية متنزلش الخصية أو إن لما يكبر نفاجة إن هو آزوس بيرميا أو تلف الخصية ولو كانت بنت نفس القصة ضمور في المبيدين أو رحم أو يبقى حتى هيرمافروديت لهو اتشخص ولد ولا بنت والأحيانا يحصل سلوكيات مختلفة معيبة في الإنتر سيكس نتيجة المشاكل اللي يكون موجودة إحدى التفسيرات والعلم الحديث يتحدث على قد إيه البيئة والتأثيرها على عدد الحيوانات المنوية قلة الحيوانات المنوية عدم موجود حيوانات المنوية مشاكل التصاب عدم موجود أرحام وتلافف المبيضين سرطنات الأطفال اللي بدأت تبقى موجودة بشكل مكسف على مستوى العالم كله نتيجة الحضارة ونتيجة الملبوسات والمأكلات والمشربات نتيجة البيئة المحيطة اللي حولينا يبقى هنا لازم وقفة حقيقية لما قلنا يحصل ثورة علمية كان المقصود بيها الارتفاع بقيمة الإنسان ربنا يرحم ولكن عايز الرحمة انت كمان تبقى جوانا أحيانا بيبقى فيه تجارة بالمبيدات والملوسات وأحيانا في ناس بالتاجر بدون وعي أو بوعي انه هو عاوز يربح فمش فارق مع انه يدمر الآخرين يبقى احنا لابد ان احنا كمان يبقى زايد عندنا الوعي عشان نعرف ان الله خلق المرض وخلق الدواء فإيه سيصاب الدواء الده برق الإنسان بإذن الله ولكل شيء سبب يعني كل الأمراض لها أسباب وإن كان أحيانا بنوع إديوباثك غير معروف السبب حمل متأخر غير معروف السبب أو رمل فيها تجبر في سن مبكر غير معروفة السبب أو رمل فيها تبقى بالتباحة ومرة واحدة تتوحش وتتعاملك في شهور عدة صغيرة غير معروفة السبب بيطاني ترحم مهاجرة تنتشر وتتعاملك والألم يبقى مبكر غير معروف السبب يبقى هنا الرؤية الحقيقية والفلسفة الحقيقية بعد أن أنت عاوز تتكلم بشكل وجداني وبشكل نفسي بشكل أن فعلا بجد أن حتى الشخص اللي كان بيتناول معك الحوار النهاردة في الصبح فعاوز يوصل وهو أنت كنت بتقول هو نفسه مريض وقادر بإيمانه المطلق يستشعر ويعرف فلسفة الألم وهو بيصفي دايما كنت بتقول أن ربنا لما بيبتلي مش ليعذب ولكن ويبتلي ليستفي ويهزم وبالتالي بتهدأ النفوس وتكون أكثر إنسانيا وأكثر كربا لله وأن الله يكون موجود في بيت المريض ولا في الرعاية المركزة ولا في غرف العمليات ولا في العادات من غير أن نشعر كذلك وإيد ربنا دايما بتبقى سابقانا في كل خطوة وبيبقى التحدي الأكبر هنا هل الاستعراض بقدرات ومهارات شخصية؟ هل لما بنيجي نتكلم على أمراض موجودة وموصفها في الكتب ونجي نقول الأعراض وموصفاتها مهم موجودة في الكتب ما ممكن كلنا نتكلم عن موصفات وأعراض موجودة في الكتب طب ليه بيضل تشخصها لسنوات من الأمر مهم موجودة في الكتب يبقى هالفرق كتي فرق ما بين أنك تكون جفتد أو لأ أو بتشغل على نفسك عشان يكون التشخيص المبكر زي ما كنا بنقول الوقاية خير من علاج فالتشخيص خير من العلاج نائما أبنى حاليا كل النقاش بيدور على التشخيص ثم التشخيص ثم التشخيص التشخيص هو أساس الحل يحضرني أن كان في أحد من أن كان حصل مشكلة ما في شركة كبيرة جدا عملاقة شركة عالمية في البرمجيات لحاجة توقفت فيها ألات العمل نتيجة خلل وفيروس ما وضل التشخيص وعلماء كثيرة حاولوا يحلوا المشكلة ما عرفيش يحل المشكلة وجي أحد العلماء العباقرة دخل حل المشكلة في دقائق بعد ما حل المشكلة في دقائق بيقدم لهم فاتورة غالية جدا فقلوا له إزاي تقعد مثلا عشر دقائق وتقول مية وعشرين ألف دولار قال لهم إصلاح العيب عشر دولار ولكن تشخيصه هو المية وعشرين ألف دولار الإصلاح لما كلنا نصل إلى التشخيص كلنا ممكن يبقى جادرين جدا بحله بس إيه اللي يخلي فرق بين مؤسسة وأخرى في حل المشكلة تتعامل مشاءة تتعامل مؤسسات ضخمة جدا استشارية لحل الأزمات ومعالجة الأزمة لأنه لما نبدأ كلنا نقف في طريق الحل سهل جدا ممعروف أن ده هيتشال أو يستقصل أو يتخذ الأدوية الفلانية أو المضادات الحيوية بتيجي المرضى عندك في عيادتك بقى لهم سنوات من العمر بتقعد في دقيقة تعرف تقول دي دي أديسون أو دي كوشنج أو دي زاكان ماليجنانت هايبرتنشن أو دي فون وليم براند ديزيز بتعرف منين لدي كلها سندرومات دي كلها متلازمات خاصة وبينهم في الوقت التغيرية بتعرف منين إيه خد منك سنتين ثلاثة غير إنها جيالك بقى لها سنوات من العمر عملك كانت يضال في تشخيصها هو ده اللي بد إن إحنا نشغل عليه على أنفسنا كيف نرتقي بأنفسنا على أنفسنا وكيف يكون المباريات مع الآخر للبرينستورمن لتوسيع الإدراك مفيش فكرة بتحارب الأخرى إلا لما أنت تكون أصلا متخيل إنها حرب لكنها تكملة يعني العلماء الأفاضي الذين سبقونا من قبل كده ومن سنة 1991 وكانت تحدي الأكبر لما كانت تتعمل مناظير الجراحية ليه؟ لأنك كان عندك مشكلة وانت بتعمل مناظير الجراحية في بدايتها إيه هي؟ إنك تواجه المرادة عاملين جاعمليات جراحية سابقة أو عندهم مشاكل ضخمة تخش إزاي في بطن مقفولة مش عارف خرطتها وتخش وتقابل مشاكل كديرة جدة من الالتساقات وأمعاء وأوعية دموية هتخش في كوارث ضخمة هتبقى دي كونترا اندكيتد يعني المناظير هنا دي كونترا اندكيتد إنك تخش في جراحات سابقة طب لو كان فيه التهاب بريتوني والالتساقات غير مقمولة وغير معروفة خريطة آمنة هتخش إزاي؟ تقابل التحدي إزاي؟ لو جات لك مريضة كانت عاملة عملية من حوالي أسبوع أو أسبوعين وجايب ديستنشان وجايب كوليكشان وجايب فورن بودي جوا هتخش تعملها اتساع وتجمع مائي وأجسام غريبا أو أجسام غريبا سيفوتها اشياشة أي حاجة هتعمل إيه؟ هتتكاعص طب هتبقى هزيتيتد متأخر في قرارك متردد وبالتالي تتسع الفجوة فيزيد المشكلة وألامها ومضاعفاتها هتتدخل طب لو كانت مريضتك وتكاعصت أو مريضة وجاي من حد آخر وتكاعصت الطب كده على العموم مش في مصر على الخصوص في كل العالم بيتكلموا على المشاكل والمخاطر والمضاعفات اللي بتقابلها بس المضاعفات لما بتقابلها وبالأوبستيكلز لما بتواجهها وتبقى فيه إعاقات يالإعاقات تبقى سد منية تقف تحته وتصغر وتتقزم يتخدها ستيب وتقف عليها وتعديها فتفاجأ أنك رحت للعالم الأرحب والأوسع لما تعمل حاجة اسمها الدومان الدومان هو المقاطعة التي تبقى تحت ييدك وتحط كل القوانين لتحكمها داخل البطن لما تدخل داخل البطن المقفولة في تحديات والتساقات بشعة ومشاكل وانت داخل وعارف إن المريضة دي كان عندها كولوستومي معمول فتحة إخراج براز مؤقتة نتيجة إنه كان كانسر والنتيجة اللي كان فيه مشاكل والنتيجة بطنة رحم وأجرة أو جزء من الأمعاء السؤسل بسبب أو لآخر وانت داخل عشان تحل اللغز واتدخل الكولوستومي بالمنظر وتقفله بالمنظر من خلال فتحة الكولوستومي بتقنية وغايدلاينز ماشي عليه دليل طبي ماشي عليه بس قبل ما تخش بالدليل الطبي عشان تمشي على الخطوات اللي تقلت لك لما تسوق العربية امشي على درجة سرعة بشكل معين ماشي في الحارة بتاعتك هتمشي على اليمين لو درجة سرعتك كذا في النص لو درجة سرعتك كذا على الشمال في ريلان بتمشي بسرعة ولكن امتى تخش من الحارة دي للحارة دي لو كان الخطوط مستمرة ما تخشش لو متقطع تقدر تعمل اشارة وتعدي اشارات المرور اللي لو تعاملت هي اشارات طبية وقواعد طبية منصوص بيها اللي تتعامل بيها ولكن يجد المجدين دائما للحل الوجود الحلول اللي كانت دايما يعني كونترا اندجادد على العموم تبقى رلاتيف لي كونترا اندجادد وبعد كده تقدر تقول اختار المريض وفيه جراحة الجراح هنا عنده الوجود بيقدر ياخد القرار هو القاضي دلوقتي وهو قاضي هل هو مؤهل يكون قاضي هل هي خبرات فقط هل هو تيم فقط تيم كامل فقط وهل هو اختيار مريض المريضة دي مفتوح بطنها قبل كده ليه مفتوح بالطول ولا بالعرض وكان سبب الجراحة كان ايه وكان فتح البطن الفوق يعني جزء مش موجود كان بتعمل مرارة كان بتشغل جزء في الكبد كان بتشغل جزء على البنكرياس ولا على الطحال ولا لور كانت عاملة قيسرية او سقصال ورامليفي او شغل على المبيضين او انها كان شغل يعني انفجار في زايدة يعني او بيروتونايتس باي دي او كان فيه خراريك داخلية او تجمع دمه من نتيجة سبب او باخر او برفوريشن يبقى انت جمعين اخترت المريض بشكل معين وحطت الكواعد المنصوص عليها بشكل معين وبعد كده بتاخد القرار طب انت خدت القرار انك هتعمله منذار او هتعمله فتح البطن هو اسرع بين المنزر والفتح البطن طول عمر الجراحة كانت جراحة تقليدية فتح البطن بدأت كده طول عمره كانت القواعد المنصوص بيها للطرب الشرقي هي مقامات موسيقية وآلات موسيقية منها القانون والاكرديون والتشيلو والكمان والناي لما تيجي سيدة الغناء العربة مكلسوم وتبدأ تتالي خشبة المسرح وده التخت اللي وراها وبعد كده هيجي آلات غربية زي الأورج والجتار وتيجي تستدعيهم ويحصل انقلاب عليها لأنها استدعت آلات غربية ده هتشوه الموسيقى العربية وتيجي تجيد ويستمعوا ليها ويقولوا ايه ده إزاي عملت المكسما بين تقدم الـ مع الجراحة بحيث ان يبقى الاتنين في أدوات في إيدك الجراحة اشاغل امتى لابروسكوب واشاغل امتى لابروتمي يعني امتى شاغل منازير امتى شاغل فتح بطن وامتى عمل المكسما بين الاتنين المكسما بين الاتنين اللي احنا نقدر نقول لابروسكوبي يعني نبدأ بالمنزار ونكمل بفتح البطن ونقفل على المنزار عشان نشوف احنا بدأنا واكتشفنا اللي فيه التساقات سهلنا بيها الدخول الآمن نزلنا الالتساقات من طريق الفتح اللي هنفتح بيه لو حاجة تستحق ان احنا نفتح وبعد ما فتحنا وخرجنا المرض قفلنا ودخلنا باللابروسكوب تاني عشان نتأكد ان ما فيش collection او تجمع دموي عشان ما يفتحش مرة تانية ازاي يكون عندك فلسفة وانت متأكد انك في الاخر خالص بتعمل مخرج امن ال huge production ال mass production الانتاج الضخم محتاج انك انت تتعامل بادوات مختلفة ازاي ان ممكن تكون احنا عارفين وتعارفنا ان الاورام اللي فيه تمها معروفة كنت بتقول في قبل كده ان الورام اللي فيه عبارة عن فار اهبل دخل المسيعة ده صح مش كده اه انا رأيي دايما ان الورام اللي فيه فار واحنا سبناه احيانا يتحول الى اسد ليه احيانا بنسيبه الى اسد هو بيوهم نفسه ان هو اسد ليه احيانا سبناه انه اسد يفترس الرحم لدرجة مديجنه فجأة لازم تشير الرحم الاسباب المختلف اللي قدت الى كده هل احيانا احنا لا نعرف عن جهلنا اننا لا نعرف ان احنا كان عندنا عامل وراسي يزود فرصة وجود او رمل فيها او بطنة رحم وهاجرة في اجسادنا قد واحد اتنين ان احيانا خبرنا انه لا يأتي الا فيه سن متأخر اخر العشرينات التلاتينات اخر التلاتينات فنفاجأ انه بيأتي في اوائل العشرينات ما كناش نعرف ان احنا ما كناش نعرف انه مرض انه مرض نسائي مش مرض احيانا انسي ونساء يأتي لانسات والسيدات المتزوجات وغير المتزوجات ما كناش نعرف لما نتأخر في الجواز انه ممكن يجي في اجسادنا او ما كنتش اعرف انه هو ايه ده لانه اسمتوماتيك ما كنش ليه اعراض عمره ما حصل لي نزيف عمره ما حصل لي الام وكان بطني بتجبر فكنت بحسب انه سمنة فخدعني وكبر بالتدريج او لما الطبيب اللي رحت له كان صادق معايا وقال لي ورم صغير مش محتاج تدخل وبالتالي جللت مؤنينة المبالغ فيها واتطمنت وتخيل التالي ده ان ده حصن امان وسكوك الغفران المستمرة طول الوقت انه هو يفضل طول عمر صغير البداية ان انا عرفت انه صغير فتابعه عشان يفضل صغير وعشان لما يجي يجبر يبقى انا قدرت سيطر عليه لما يجبر حوار مهم جدا حوار مهم كمان لانه اللي تتحدث زميلة دكتورة عزيزة زميلة لطيفة يعني زي ما قلوك تنا الصغيرة مشكلة بدأت طبعا فهم الطبية هي شطورة جدا ففهمت لقيت عرض غير طبيعي راحت جاية لقيت ان الورم اللي فيك كبر عملت من النزار نصحتها الطبية لانها من العيلة زي ما بيقولوا من العيلة الطبية قالت اذا عندك عرض ما تأخرش بها ما تقعدش تتعبي نفسك او تلخبطي نفسك او تربكي نفسك وتقعدي تضرب الوضع وتعملي بقى كونسولتو من اهل العيلة ولاد خالتك وبناد خالتك وماما كل دول على دماغ من فوق حلول جدا بس دونش دكتورة وما فيش جواهم اي طب وما فيش جواهم اي يعني اي افطة طبي ومش عارف ليه الفتي في الطب ليه ما فيش فتي في الهندسة ليه ما جيش واحد يبني عمارة يقولوا لا ما تبناش المدخل مش من هنا ابني من ناحية التانية ليه لا والفتي في كل حاجة حتى في الكورة وفي الطب لا والله مجد اصد طب طب بيوت اه لما بتعور حط بون عندك مش عارف ايه اشرب حلبة ففي مش عارف كمون يعمل لك كزا اه شجرة السحة اللي هو اللمون اللمون مفيد والحامض الستريك ده بيعمل احنا موجود لان اصد حياة فلازم يكون جواها مرادفات للحياة لكن هنا لما بدأت المشكلة واضحة جدا وشافت ان الدورة او النزيف اللي بينزل مش في وقت دورة ولما بقى غزير شادت الانتباه ضرب الوضع الحقيقي دلوقتي المفرد قوي ان المريض روح داخل على ايه واركز التواصل الاجتماعي ويبدأ يقرأ ويقرأ ده ضرب الوضع اقصد ايه اللي احيانا يشعر ان هو هجيب معلومة فلما بيجيب معلومة بتتصك مع حالته المزاجية والنفسية اللي ممكن تأجله قراره لو هو عايز يأجل ده كلام مهم جدا لو هو بيسوف او لو هو سودوي من جواه فيقرأ الحاجات اللي تقعد تزغره تزغره تخوفه تخوفه الحق ده بتنزف جوه العملية الحق ده يشيله الرحم الحق ده ممكن يجيله السرطان الحق ده ممكن واما أصدار المفرم يفرم الأمعاء الحق من رحمل شو أخذ القرار خلاص كان والله العصد من ده كلام مهم جدا اه ايجابيات احنا بقى احنا على حسب التلقي اذا كان اصلا اللاق الملاق يعني فيه المتلقي وفيه الايه المعطي المعطي اللاخي اذا كان اصلا الدكتور لانه نسيج عردي من المجتمع له ما له عليه ما عليه احيانا حسب تكوينه هيبقى ايجابي او سلبي مشاكله القرارية ايه خبراته بتقوله ايه فبالتالي الحاكم ده اللي هيقول قرار احيانا بيرباكني انا فبالتالي انا مرتبك وطبيبي مرتبك لما الدكتور يقول المريض انا مش عايف اعملك ايه انا عشد من شعري طب ده ايه فالمريضة مش عايف تعمل ايه سايف في الطب ده ما انا علمونا اسوأ الانواع ده طب هين غلط جدا ان المريض يكون بيشتك من الم او بمشكلة الطبية فالدكتور يقول له ايه يقول له اللي عندك ده عندي اذا ده في كتب الطب لو قلت للمريض اللي عندك ده عندي المريض ينهار لا احيانا مرضك نادر اعمله ايه يعني انا ممكن اقف عندي علمي ويقف عندي مستوى معين لخاب من استشار واستشار الطبية دائما مستمرة في تيم وورك في علم مفتوح بتناقش في ناس سابقينك الدنيا تروس عشان تكمل بعضها مش تروس عشان تدوس على بعضها ده قواعد تعالوا نشوف بقى لما دخلنا مع الطبيبة اللي وعية جدا واللي عارفة المنمال الفيسف سيرجري يعني الجراحات اللي اكثر اقل تدخلا الدقيقة اللي ممكن منقدر نقدر نشيد الورم عن طريق المنزار تعالوا نشوف حجم الورم بسنار كان بين عشرة في عشرة لكن هو كان اكبر من كده تخيل ورم حجمه عشرة في عشرة داخل الرحم ونقدر نتعامل ازاي بي دخلنا قد دخلنا بالمنزار منزار رقم واحد احنا قلنا بنعمل بي ايه استكشاف اتنين تقريب للصورة ثلاثة تكبير الصورة اقدر اشوف استكشاف للبطن كلها استكشاف قديني الورم وحددته وشفت المبيضين شفت الامبوبتين شفت ان هو ضغط على الحليبين شفت القلم الموجود وادي زايدة دودية بشوفها طويلة وملتصقة عندها مشكلة ما موجودة معنا اولا اكتشفنا يعني اقصد النقطة بتقدر تشوف لكل السيرجيكال بوينس الموجودة دخلنا بالمنزار بنشوف ادي الكبد في مشاكل في الكبد لأ طب خلاص حددنا نقطة يبقى بالتالي بتبص بالمنزار بالعدسة في البطن كلها حددنا الورن بتاعنا وادي المبيض الايمن بالانبوبة الايمن والمبيض التاني مش الايمن بقى الايصر يا ايمن بالمبيض الناحية دايمين والناحية الشباب طيب دخلنا بعد كده بس ورم ضخم ورم ضخم هل الورم الضخم ده نقدر نسيطر عليه بالمنزار نقدر وفق قواعد منصوص بيا وفق قواعد منصوص بيا مفيش حاجة اسمع نكمل بقى نماشي شوية احنا عدنا الزايدة دي وشوفناها نكمل نماشي شوية ماشي يا جماعة شوية دخلونا على الوقت المهم انا بدأني هنا تفتح ممكن اعمل line of incision اعمل حاجة very minimal الحاجة اسمعها bipolar اعمل كي عشان اعمل sharp dissection على السروق بدور على البروتينيان وبعدين ببدأ اكوة كية صغيرة افتح طانيليا وخش من خلاله اوصل للورم بخش بحاجة اسمها mayoma screw اللي هو حاجة زي الالاووس كده بتتحط بالزبط في المايoma او في الورم اللي فيه وابدأ بالبيبولر وابدأ نازقه شهر بالdistriction شايف بخش في الكرسولة واعمل تراكشن واندي تراكشن شوف بنزل ازاي بسلكو شوف وهنا ده احيانا اقص واخنا خرجت الورم بالكامل احنا ده اختصار رهيب جدا لنعملية حوالي ساعتين خلصنا الورم بالكامل خرج نقلل السرعة بسرعتها وبعد كده ارجع للمايoma وللرحم بنعمل تخييط الرحم داخليا او يعني داخل بالمنزار بنخيط احيانا في تلت طبقات واحيانا طبقتين واحيانا طبقة واحدة حسب الورم كان فيه وزي انك بتقدر تعمل بطريقة شكل الخيوط مختلفة اذا كنت بتعمل حاجة اسمها في لوك واو ستراتافيكس ده اللي الجراحين فاهمين يعني ايه ده وتبدأ بعد كده انك انت تحاول تخلي البريطون على البريطون عشان تقلل فرصة الالتساقات انك تسيب بير تيشو او جسم قفلنا وبعد كده نبدأ نبص نعمل هيموستيزيس وبعد كده هنجيب الورم هنجيب الورم ده بتفرم ازاي بقى بالمفرم ازا ما احنا عملناه قبل كده هنفرم الورم قادي الورم بنفرمه وبنطلعه بالكامل سريتز كده كأنه شرايت طلعناه يبقى بالتالي بنقدر نسيطر على الورم بالكامل ونكمل الجراحة بالكامل عن طريق المنزار ورم ليه في وحيد حجمه اه عشرة في عشرة خمساشر في خمساشر نقدر نسيطر عليه وطلع الورم ومنسيبش اي مكونات بتبقى موجودة عشان ما يحصلش اللي فيه حاجة اسمها ايه فيبروماتوزيس او يكمل لا اممكن ده يبدأ يزرع من تاني فيملأ البارتن او البريتون وتعمل حاجة اسمها برازيتك ميومة بناخد كل الاجزاء اللي موجودة ونعمل وش وحالة بقى تشوف السيطرة عليها بقت ازاي وان داي اقل وجود جدا في المستشفى مفيش اي جراحة تبقى تشوهية للجلد وبالتالي هي جراحة تجميلية كمان لبنت بتاكل وبتشرف في نفس اليوم فترة النقاها اقل القلم اقل لان احنا مش عاملين جراحة المميزات الرائعة على المنزار يبقى احنا حافظنا اكدنا من الفيلد والشاشة او الكاميرا بتاعت المنزار اللي هي مهارياني كل مهارياني كل التفاصيل لو فيه عاي بليدينج اشو عاي ربتاني ولو حاجة تعني معها لو فيه صناء الشر الموجود ان الورام اللي فيه معابطاني تراحي المهاجرة قادر تشوفها واده السريتز كلها واده الاورام اللي فيها اللي موجودة بعد ما شرعنا هادي حالة وبقت وسيطرنا على المرض وخلص وفي وان داي وما دخلناش في نسف وما دخلناش في مشاكل كبيرة بس هل يعني المنزار لوحده في حد ذاته اداة ان يقلل لنسف او لأ لأ طبعا الجراحي اللي شغال هل المنزار في حد ذاته يقلل فرصة الالتساقات من عدمه لأ ده اداة كل ما تبقى وفير دقيق جدا ومساعد فرصة للتجمع ده من جوه مش هيبقى فيه فرصة للالتساقات الموجودة وحافظنا على كل حاجة وبالتالي يبقى انت وفق الجايد لاينز اللي ماشي عليها من اول من قبل في اختيارك للمريض وطرق الدخول والتعامل مع المرض والتعامل مع الورم وما بعد ذلك بست اوبرتيب بتلاقي انك انت الاوتكم افضل كتير جدا عزيم بعد الفاصل الحالة الثانية بس انا يعني يا زي ما يقوله يحيرني ويسير في نفسي حالة من حالات التعجب الكبيرة جدا ان انسان انسانة تتأقلم مع اعراضها وتبدأ تماشي الايام زي ما بيقوله باعراض مسحيجة جدا تتنافى مع حياة مريحة وهي في ادها انها تبحث وتدور يعني مثلا الحالة الجاية احنا نشوف حالة قد تكون للقادمة في 64 وراء مع حدة 64 وراء دي مش مفاجأة يعني انت ما فتحتش مرة واحدة يعني عاملة زي ما بواحد يعني ما ينفعش ان هو يروح مرة واحدة يفتح شئته يلاقي مثلا عشر من الأدمير قاعدين فيها كده قاعد 64 وراء ما بعد جراحيا لكن انت حتى وانت بتتابع وعمل امار ايو وعمل سونار اورانين ماغناطيسي وعمل موجات فوق صوتية عندها اورام لفيها متعددة يعني انت ما فيش حد يعرف يعود يعدها بالامدجينج يقولك ده كذا ورام بس انت سيبت نفسك كل ده ازاي وخليت التحدي ده ازاي فبعد الفاصل نرجع ونشوف التفاصيل ازاي والحوار ازاي وهو النقطة اللي انا بقول حضرتك اللي دي برضو اعجز اسمع تفسير او يعني رؤيتك اللي هي عملية الاعراض الموجودة اللي المريضة بتتأقلم عليها او زي ما بيقولوا بتمشي امور صدع وتعب وارحق وانينية هاخد مضاد صدع هاخد مش عارف شوية اهوة هضرب مش عارف مسكن ايه هعيش مع كذا والدار معية دي زي مشاكل كتيرة جدا مشاكل المرضية زي مشاكل كتيرة جدا حياتية حد مشاكل الاقتصادية موجودة فعمل يستلف من ده ويستلف من ده وما بدور ش يحل مشاكل ازاي او يبدأ يتبنى مشروع صغير ويجور معاه او يبدأ يفكر ايه ازمته الحقيقية وعملها الايام تتداول ويفضل زي ما هو بيتقزم وبيصغر وبيهرب من الدين ده ومن الدين ده عشان هو مشكلته الحقيقة محلهاش نفس القصة الصحة دي ابدأ اخذ مسكن ابدأ اجل اعتمد على الايام لما الدورة تقطع لما ممكن يكون في حل اخر يبقى موجود اروح للدكتور ده يمكن يديني ده ان الشفل البعض اعتمد على تسوفات 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 احيانا بتأتي تسوفات بالخير ولكن كثيرا منها لا يأتي بالخير بالخير بعد الفاصل حوارنا مستمر وعايزكوا تفكروا وتسألولي وتقولولي وفي حد في العالم غيرنا ممكن يجي يكنس التراب ولو جايح حطه تحت السجدة الحكاية دي يعني عايز اعرف هل تتصوره مثلا ان في كوكب اليابان في حد ممكن يحكي ايه كانس 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 وحطه تراب تحت السجدة هو نفس الشخص او الشخصية اللي بتداري الاعراض بمسكنات او بتداري الاعراض بأي حاجة وتتجاهل بعد الفاصل الحوار مستمر في حوار مهم للغاية خليكوا معايا